حكاة فيها عبار ودروس قصة كأنها شيء محسوس وكلام صح ومش مردود حكاة دعم الشيء محبوش حكاة دعم الشيء محبوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا ومرحبا بحبيب الحلوين أهلا بكم مرة أخرى مع حكايات عم محمود ولعلكم تشتاقون جميعا إلى سماع قصة اليوم فما هي قصة اليوم يا عم محمود تعالوا بنا لنعرف ما هي قصة اليوم ولكن بعد أن نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قصة اليوم بعنوان القناعة كنز لا يفنى كان يا مكان كان هناك في إحدى الكرة الزراعية مجموعة من الشباب المزارعين الذين يكدون ويتعبون من أجل أن يزرعوا الأرض لصاحبها وكانوا يتقاضون راتبا بسيطا لا يكفي متطلبات الحياة وكان من عادة هؤلاء الشباب أنهم يعملون في الأرض ساعات طويلة ثم يأخذون راحة لصلاة الظهر ثم يتناولون بعد ذلك طعام الغداء وفي يوم من الأيام بينما كان هؤلاء الشباب الفقراء يتناولون طعام الغداء إذ مر أمامهم رجل غني يركب سيارة فارهة من السيارات الحديثة فقام شاب من هؤلاء الشباب وقال بلغته الدارجة آدي الناس لعيشة فوقف الرجل وعاد إلى الشباب مرة أخرى ونادى على هذا الشاب وقال له ما رأيك في أن تبادل سويا أتريد أن تعقد معي صفقة بفضل الله ستكون أنت الرابح فيها فقال له كيف ذلك يا سيدي قال أن تكون أنت مكاني وأكون أنا مكانك فقال الشاب وكيف ذلك أنت رجل غني وأنا شاب فقير فقال الرجل الغني يا بني أنا سأعطيك كل شيء عندي وأنت تعطيني كل شيء عندك فقال الشاب ولكن ليس عندي أي شيء قال الرجل الغني لا تقول هذا بل عندك الخير الكثير يا بني وعلى العموم أنت لن تخسر شيئا فهل توافق أن نتبادل سويا فقال الشاب موافق ماذا عندك يا سيدي وماذا تريد مني فقال الرجل الغني أيها الشاب عندي خمس سيارات مرسيديس أحدث موديل وعندي أربعة قصور وأربع شركات وحوالي عشرة ملايين جنيهم مصري ومع كل هذا عندي مرض السكر والسرطان والفشل الكلوي وانسداد في الشريان التاجي وأمراض أخرى كثيرة فما رأيك يا بني أن تأخذ كل أموالي وأمراضي وتعطيني صحتك فقط فتبسم الشاب وقال لا والله لا أريد أموالك ولا قصورك الحمد لله على نعمة الصحة والعافية يكفيني يا سيدي أن أعيش صحيحا سليما مرتاح البال ليس عندي هموم ولا غموم أعبد ربي دون تعب أو ملل فتلك والله هي السعادة الحقيقية فلقد كنت أظن أن السعادة في المال ولكني الآن تيقنت أن السعادة في طاعة الله مع الصحة والعافية وراحت البال وهنا ابتسم الرجل الغني وقال هكذا يا بني لا بد أن يرضى كل إنسان بما قسمه الله له ولا ينظر لما في أيدي الناس بل عليه أن يحمض الله عز وجل على ما رزقه الله عز وجل به انتهت القصة يا أحبابي وبقيت الدروس المستفادة الدرس الأول يا أحبابي أن المسلم ينبغي أن يعمل عملا حلالا لينفق على نفسه وعلى أسرته بدلا من أن يسأل الناس الدرس الثاني أن الاجتماع على الطعام من أسباب غرس الحب في القلوب بل ومن أسباب البركة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه الدرس الثالث يا أحبابي أن المسلم لا بد أن يرضى بحالي وأن يرضى بما قسمه الله له ولا ينظر لما في أيدي الناس الدرس الرابع والأخير لا يظن أحد أن السعادة في كثرة المال فقد يكون الإنسان غنيا وعنده أمراض كثيرة فلا يستطيع أن يستمتع بماله أبدا أقد يكون فقيرا لكنه يستطيع أن يستمتع بأي نعمة ينعم الله عز وجل بها عليه انتهت القصة يا أحبابي وغدا نلتقي مرة أخرى مع قصة جديدة من حكايات عم محمود يسعدني بل ويشرفني أن تشتركوا في هذه القناة وأن تفعلوا الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته